صباح الشمس المشرقة والجمال أحكي معكم من بطار شارل ديغول في باريس ذكرت قصة صارت معاي في كندا قبل حوالي سنة سنوات أو خمس سنوات كنت أنا وابني ماشيين في السوبر ماركت وشاف كيندر سوربريز وطلب واحدة شوكالاته هاي اللي يكون فيها ألعاب المهم أخذها وطلقوا بابا أخذها وإحنا طالعين حسبنا وكل شيء وطلعتنا على السيارة حطينا الأغراض فأخذنا بالسيارة بقول لي بابا ممكن تفتح لي الكندر طلعت علي وطلعت لي بابا احنا شكلنا ما دفعنا عنها فدخلت طلعت على الشكل على الرسيط اللي باعي لقيت انه احنا فعلا مش دافين فأخذت له لأ حرام بابا ولازم نرجع وهذه ما بصير احنا نوكل شغل هي مش إنه فقال لي فعلا رجعت انو اياه على السوبر ماركت بحكي مع الكاشير وطلعت لي معلش انت لازم تعمل line up مرة ثانية قلت له هاي انا ما دفعت عنها بدا ادفع مرة ثانية فقالت لي سوري سير انا ما بقدر اخذيك تدخل من قدام لانك قد تدخل من قدام فمفروض تدخل وترجع من جومة قلت لي خليك ديانا بنادي المانجر فعلا نادت المانجر ايجت المانجر اخذتني على كاشير كان مغلق وفتحت لي اياه وحاسبتني على الهذا شكرتنا طبعا وقالت لأدم ابني استنى شوية فعلا راحت دخلت ورجعت وحاسبت معها هدية لعبة قلت له هل تحبك هذا ؟ قال له ايجس قلت له يقول هذا الا سوريه مني على انك احسست ورجعت تدفع المبلغ طبعا حق الا سوريه كان يمكن 20-25 دولار فاستغربت من المانجر ولا اخذت لها أسساسي لا نستخدم لنا ونصم اونا ماجهة اوف تتقنص فى ارى واذا اطلعت على قابقه قلت له تتقنص من المانجر اخذيك تكون احساسي فعلا التربية ليست فقط من الأهل بل من المجتمع كامل الله يمسيكم بالخير ونشوفكم قريبا